الجزائر الثانية ويمكن بعض الناس ممكن تاخدها بشكل طريف شوية ولكن على بالنسبة لي كانت مفاجأة عارفين فكرة ان فريق لو عنده امل في المنافسة او عنده مباراة في دورة ابطال افريقيا هل تتخيل انت ممكن تلعب يوم السبت في دولة وتسافر وتلعب يوم الثلاث في دولة تانية اكيد مش منطقي لكن انا من خلال بحث كده عشان اعرف ايه هيحصل الفترة اللي جايك كلنا عارفين ان في مباراة مؤجلة ما بين الاهل والقطن هتتلعب يوم اربعة مارس اللي هو السبت اللي جاي القطن الكاميروني عنده مباراة في الجولة الرابعة مع الهلال السوداني تبقى للموعد المحدد سلفا يوم سبعة مارس يعني الفارق الزمني ما بين مباراة السبت ومباراة التلات هي تمانية واربعين ساعة حد واثنين بس هتسافر من دولة للتانية الغريب بالنسبة لي وانا باعتبر ده ممكن يكون يعني القرار اللي خده القطن الكاميروني بشكل غير مباشر ممكن يكون في صلاح الهلال السوداني لان القطن لما يلعب يوم اربعة مارس مع الاهلي ويلعب سبعة مارس مع الهلال هو كده بيقدم يعني جاي من مباراة كبيرة وصعبة وهيبزل فيها مجهود بدل كبير فيروح مباراة الهلال ما عندهش وقت حتى يعمل استشفى لانه كمان هيسافر من مصر وسودان حتى لو راح للطيران ساعة ساعتين فكاد بالنسبة لي مفاجأة ان القطن يوافق انه يلعب يوم سبعة مارس ليه بقى انا بتكلم في الجزائية دي لان في المقابل نفس الامر يبينطبق على مجموعة الوداد الرياضي المغربي عنده مباراة مؤجلة هيلعبها مع فيتا كلاب يوم ايضا السبت المقبل اربعة مارس طيب فيتا عنده مباراة في الجزائر يوم سبعة مارس بنفس الطريقة يعني نفس الموعيد ولكن فيتا رفض يلعب يوم سبعة مارس في الجزائر مع فريق الجزائري شبابة القبائل اوكي طيب الماتش تأجل لفيتا بدل ما هيلعب يوم سبعة مارس مع شبابة القبائل هيتأجل ليوم حداشر مارس فبالتالي فيتا بدل ما يلعب يوم سبعة مع شبابة القبائل هيلعب يوم حداشر في نفس توقيت المباراة اللي هيلعبها بالتأكيد ايضا الوداد مع بيترو اتليتكو وبالتالي فيتا نفس ظروف الهلال نفس ظروف القطن الكاميروني لأن فيتا كلاب هيلعب يوم أربعة مع الوداة في المغرب وهيسافر الجزائر بابين المغرب والجزائر هل هم نتكلم في ساعة أو ساعتين صفر ولكنه رفض رفض أنه يلعب يوم سبعة مارس قالك لأ أجل لي أنا مش هينفع لعب مباراتين في دورة أبطال إفريقيا الفرق الزبن ومتانية 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 ساعة فرح يلعب إمتى يوم حداشر مارس لكن القطن الكاميروني في واقعنا بالنسبة لي كانت غريبة ما لا أشغل مبرر واحد بس إن يلعب يوم أربعة في مصر ويلعب يوم سبعة في السودان ما لا أشغل مبرر واحد إن هو بيقلل قدر الإمكان التكاليف المالية أو التكاليف المادية الخاصة برحلة الطيران ومصاريف الإقامة والتنقلات والكلام ده لأنه طبعا لو جيه السودان يوم اثنين مارس هيقعد اثنين تلاتة يلعب يوم أربعة يسافر على مصر في نفس الرحلة أعتقد حوالي ساعة ساعتين للقاهرة يلعب يوم سبعة فهيقعد في مصر يومين لكن لو أجلتله اليوم حداشر هيضطر يرجع للكاميرون وبعد كده يسافر من الكاميرون للقاهرة ممكن بقى يكون فيها ترانزيت ممكن يكون رحلة طيران مش مباشرة فممكن تكون تكاليف مالية أكبر على فريق القطن بالإضافة لده لو حب حتى يقعد في القاهرة لغاية يوم حداشر فترة الأسبوع بالنسبة له ممكن تكون مكلفة رغم أن الأهل أكيد عشان حرصا على راحة اللاعبين الأهل هيعمل ده في المباراتين ما بين الجولة الرابعة والجولة الخمسة يعني الجولة الرابعة نلعب مع سانداونز يوم حداشر مارس الفريق مش يرجع لقاهرة هيفضل قاعد في بريتوريا حوالي 72 ساعة ويوم 14 مارس هيسافر من بريتوريا إلى جروة عشان يلعب مع القطن يوم الجمعة 17 مارس القطن مش هيعمل كده تكاليف المالية أكيد بنسبة كبيرة هو ده السبب ولكن هو قدم بشكل غير مباشر يعني على طبق من ده فكرة أن الهلال السوداني هيبقى عنده أسباقية في فكرة أنه جاهز أكتر محضر أكتر لمواجهة القطن لأن القطن عنده مباراة مع الأهل بالتالي هتبقى مباراة صعبة عليه فبالتالي في 48 ساعة يروح يلاعب الهلال في السودان لكن الهلال ما عندهش أي مباريات في مساحة وقت زمني وفرق زمني ما بين المباريات فبالتالي هيكون أجهز من مواجهة أو أجهز من فريق القطن فبالتالي دي كانت نقطة مهمة برضو نشرح للناس أني أنا عارف من بقر الناس هتستغرب إزاي القطن يلعب يوم السبت وبعد كده هيسافر يلعب يوم الثلاث في السودان تم عرض الأمور لكن القطن قالك مش عايز أجل لـ 11 يلعب يوم سبعة عكس فيتاكلاب الكنغولي قالك لا مش هلعب سبعة أنا عايز ألعب في الجزائر يوم 11 رغم المسافة بين المغرب والجزائر حوالي ساعتين أحنا بنحب نركز في التفاصيل دي عشان نشرحها للناس لأن أنا عارف ممكن بعد بقرة ولا حاجة الناس ممكن تسأل إزاي فريق بيلعب مطشين في أقل من أربع تيام وممكن بقى البعض يصدر لك أن هي أصل دي مؤامرة أصل أصل فاحنا بإيه بنقفل الموضوع بدري وبنشرح للناس هي موافقة من القطن إنه عايز يلعب يوم سبعة عشان أكيد عايز يوفر الأمور المالية ويوفر فيه تذاكر الطيران والإقامة والتنقلات ما بين الدول ترجمة نانسي قنع